في نساء كده إذا دمعت تسحرك حتى لو هي غلطانة فما تسألنيش أنا عن السبب اسأل عن الخالق عندها قدرة كبيرة أوي إن هي تكسب تعاطف أي حد خاصة نحن الرجال يعني ما شاء الله علينا إذا دمعت كده معنا كل نساء الأبراج وهنرتبهم من الاثناشر للمركز الأول وفي نساء متمرسة في الطريقة دي وبتقدر إن هي تجدها وهنفهم الكلام ده أوي إحنا بناخد كل أنسة ولكن كالعادة بقى توقعوا معايا كل حد يقول لي أنسة كده تتوقع برجها هييجي في المركز الكام ولو أنت الشاب يقول لنا يعني حبيبتك هتيجي في المركز الكام أكيد أنت عارب برجها والأسكى توقع المركز الأول ويكتب أنا بقرأ كل تعليقاتكم ويلا بينا أهلا بأجمل ناس في الدنيا كل سنة وانتم طيبين موعدنا في رمضان من 8 إلى 9 بتوقيت القرى عشان أصدقائنا اللي بيسألوا برحب بكم وجهدي عرفنا بنفسه ويا ريت اللي ما اشتركش يشترك في المركز الاثناشر هي أنسة برج الجدي الطرابي أه يعني أولا أنسة برج الجدي نادرا ما تبكي أمام أحد ونادرا ما تبكي ولو حد شفها وهي بتبكي بتبقى بتمسح في عنيها وبتمسح في دموحها ومش هتتمادة في الطريقة دي ومش عايزة هي الطريقة دي لذلك عشان ما طولش عشان معنا نساء تانية هي هتيجي معنا في المركز الاثناشر أعلى منها في المركز الاثناشر العزروية نفس الفلسفة تقريبا العزراء ما تحبش حد يشوف دمعتها حتى لو أنت مقرب لها أوي إلا بقى لو غصبت عنها في بعض بعض الأحيان كده حصلوا الدمعة نزلت وهي أيضا لا تحب هذا الأسلوب ولا تجيت فيه كالعادة كده وإحنا طلعين في المركز وصلين للمركز العشر أقول لو شافيه الحلقة مفيدة ياريت ندوس لايك ونشير توصل لأصدقائنا اللي بيقولوا فين الإشعارات ما بتوصلش ليه هنلاقي بقى السورية في المركز العاشر إذن النساء الترابية هي أقل نساء إيجادة في الموضوع ده أو حبا ليه وأكثرهم تماسكا ما يحبوش هما يلجأوا للطريقة وأصلا هي نساء ما تحبش حد يشوف دمعتها وحتى لو ما قدامهاش غير الطريقة دي لكسب التعاطف أو الوصول لشيء هي عايزة ما بتبقاش حباها وده اللي بيبعتهم تماما عن موضوع حلقتنا في المركز التاسع نلاقي أنسة نارية وهي أنسة بورج القوس على فكرة وهي أنسة بورج القوس رغم أن أنت تشوفها بسيطة سلسة تلقائية ولكن مش سهلة قوية وأيضا من النساء اللي ما تحبش حد يشوف دمعتها إطلاقا ممكن تبكي للحظات ما تطولش مش نكادية زيادة عن اللزوم وما تلجأش للأسلوب ده كده بقى احنا دخلين في منطقة وسطة مين الأربع نساء اللي في منطقة وسطة اللي قبله ربعي خط النار يلا بينا ملوية في المركز السابع الفارسة العنيدة برضو لا محدش يشوف دمعت لا الأسلوب ده يعني مش محبب لي مش ملزز لي وعشان كده ما بعرفش أو جيت فيه أنت لو فيه حاجة كده ما انتش حبيبها ما تعرفش تبدع فيها إنما نساء القمة تبدع قوي فيها وتخليك أنت تضرب نفسك بالجزمة تقول أنا زعل ده أنا إيه اللي خليني أعمل كده أقسم بالله أنا غلطان ياريت يعني زي المشهد اللي كان في عمر وسلمة كده مع تامر حسني وما يعز الدين لما هي عيطة قاعد اشتب نفسه قال لها أنا عرسة وبقرة وكلب عشان الدمعة بس وبصراحة الدمعة كانت مؤسرة أوي فكلنا عذرنا تامر يعني في المشهد ده كان لازم أنه هو يقول كده أي رجل مننا كان هيقول ويعمل نفس اللي هو عمله فالرجالة زي ما بقول غلابة غلابة أو يعني هنوصل دلوقت بقى للمركز السابع كده ونلتقي بالبرنسيس أونسة بورج الأسد في المركز السابع يعني في منطقة وسطة وهي أيضا تميل للنساء اللي سبقوها إنما مش بنفسي درجتهم أو الموضوع بدرجات برضو لا يعني يعني سريعا كده ما نطولش ما نحبش أوه برضو إلا في حالات استثنائية بقى مطلوبة كده على شوية دلع على مش عارف إيه ممكن في بعض الأحيان تلجأ للأسلوب ده إنما احنا دخلين في الجد بقى لما نوصل للمركز السادس مع أونسة بورج الدل وبدأنا بقى ندخل في الجد بدأنا بقى ندخل في موضوع حلقتنا والدمعة اللي تسحر وتبرجل وتخلينا نزعل قوي إن احنا زعلناها وتخلينا نيجع على نفسنا ومن أول الدل وطالع الرجالة ولاية الرجالة ولاية قوي مع النساء دي ساعد ما تدمع وهي نساء تجيت في هذا الأمر ودمعت أونسة بورج الدل ملكة الروآن طبعا مؤسرة طبعا تكسب من خلالها أو بيها التعاطف إنما في المركز الخامس ودخلين في الجد بقى وفي التقيل أوي مع الجوزئي آه بقى مع الجوزئي اللي في المركز الخامس الخامس ولاية 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 الرجالة يعني مع أونسة بورج الجوزاء إذا دمعت والدمعة هنا قاتلة ومؤسرة وساحرة وتخلينا كينا يتقلب بستمية وثلاثين ولا تلتمية وستين درجة إنما كل ده حاجة كوم والأربعة الأوائل كالعادة كوم رباع خط النار من توقع ده احنا دخلين على دواهي دخلين على بلاو في رباع خط النار وكل النساء في خطر حينما تدمع كل الرجال في خطر حينما تدمع تلك النساء أتوقع أول أنسة في رباع خط النار في المركز الرابع فارسة أحلام الشباب العقربة تبقى عامل فيها هلاكو وحينما تدمع العقربة إذا دمعت العقربة وهي من النساء التي تجيد جدا تجيد جدا في هذا الأسلوب ده مش تجيد فيه بس ده تدد رؤوس آه طبعا أنسة برج العقرب إذا دمعت ولو كانت حتى في دمخها وده اللي يزود الطين بلا أوي أنت هتقلب من هلاكو لقلبك قلب خصايا أوي هتبقى شفت سومة العاشق عارفين سومة العاشق كده آه لو العقربة هقولي بس نعلم بقى نخش في الجد أكتر وأكتر نوصل للمركز التالت مع أنسة أشد أشد أوي وخطر علينا أوي لما بتدمع أوي غريزة فينا هنعمل إيه بنضعف كلنا السرطونة السندريلة السندريلة هي محتاجة أن أقول ولا محتاجة حد يتوقع أن هي هتجي في القمة ده معروفة ده لازم أن هي تحجز مكان أصلا هي دمعتها قريبة أصلا هي حساسة أصلا هي صوتها من الذين اضرب ده كله في الخلاط وشوف أنت في النهاية هيبقى وضعك عامل إزاي أكتر هتبقى مسكين مسكين أوي مع السندريلة أونسة ورجي السرطان وإن كان ده حالة ما بالكم بالأنسة اللي أعلى منها مرتبة اللي بتيجي في المركز التاني طيب ما بالكم بمتصدرة الترتيب في المركز التاني العسل أنسة برج الميزان أنسة برج الميزان دهية من الدواهي وساهية من السواهي وأشياء كتيرة أبو ما نشفكرها دلوقتي تجعلها تنافس وبقوة في حالة النهاردة على المركز الأول بس بتيجي معانا في المركز التاني لأن فيه أونسة أشد في الموضوع ده تصدرت كل نساء الترتيب في حالة النهاردة والميزانية ممثلة بارعة إذا لزم الأمر وإذا حطت في دمخها قادرة جدا إن هي تخليك يعني غلبان ومسكين وتقلب عشرين سومة العاشق في بعض ما فيش أي مشكلة الميزانية قاتلة إذا لجأت إذا قررت إذا حبت إن هي تستخدم مع الرجل هذا الأسلوب أو الأنسة يعني الميزانية حتى لو استخدمت بس الأنسة بتفقس الأنسة شوية يعني الأنسة بتكشف الأنسة شوية إنما اللي بيتكبع لوشه هو الرجل للأسف يعني متصدرت الترتيب بقى مين توقعها وكتف في التعليقات البنبوناية أنسة برج الحود تتصدر كل نساء الأبرك في حلقة النهاردة الدمعة ساحرة الدمعة ساحرة قاتلة معذبة تخليك من بركان نار لمية هادية وبردة وسقعة وتلج وتقول يعني كل همك إن أنت تمسح دمعة الأنسة الرئيئة الحساسة وهي أيضا قادرة على المكر والدهاء والتمثيل بالذات في المواضيع اللي شبهها دي إذا حبت إذا لزم الأمر إذا حتاجت لكسب التعاطف أو الوصول لشيء معين هو سلاح قوي بتمتلكه إنسة برج الحود زي ما بتمتلكه كل نساء القمة النساء اللي جات معنا في القمة وإن كان هما يعني ممكن يكونوا قصدين بقى أن هما يعملوا فيك كده وممكن يكونوا مش قصدين يعني الموقف فعلا يستاهل إن الدمعة تنزل ما هما دمعتهم قريبة بس لو دخلوا بقى شوية تمثيل كده وزبطوا الموضوع إنت هتروح في دهية ويبقى سلم لع الشهداء اللي راحوا اكتبوا لي بقى أراكم في الحلقة دي حلقة مختلفة وأنا دايما في قناة أحب أجيب الأشياء المختلفة اللي محدش تطرق ليها عشان نفهم طبعنا جدا من الألف لليا اكتبوا لي أراكم شيروا دوسوا لايك توصل لأصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الإشعارات الانستجرام اللي بيسعل إذا يتواصل معايا اللايفات بنعملها كل يوم تقريبا على الانستجرام قناتنا التانية المهمة للفطفضة والنصيح كل ده في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب ولو انت على الفيسبوك كنزل هتلاقيهم في التعليقات ونصيحة وتحذير أي حد بتشوفوا فيديوهاتي عنده غير محمد أبوزيد يعملوا له إبلاغ على طول ولغوا متابعته ده أنا الصاب وموعدنا مفيش بكرة بقى خلا يوم السابت عشان يوم الجمعة هيبقى عندنا لايف بس على الفيسبوك وعلى اللقاء